إلى الحديدة فقد تعرضت الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مديرية التحيطة لاستهداف من قبل ميليشيات الحوثي بالأسلحة المتوسطة وقالت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية والمزارع في المديرية وضفت المصادر أن الاستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين وحالة من الخوف والهلع لدى السكان وتستمر ميليشيات الحوثي في قصف واستهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي مخلفة مئات المآسي والأحزان للمدنيين